عقلية نتنياهو يعني لا نستطيع أن نتوقع ما الذي سيفعله ولكن هل نستطيع أن نتوقع ما الذي ستفعله الجامعة العربية غدا بموضوع العراق والتهديد الإسرائيلي على العراق يعني قلت لك ما عدت بغير التنديد يا زيدتي والله العظيم وانا قلت لك هذا الموضوع انا متعايش بياه يعني حتى بدأتوا لاعير أهمية إلى ما ينطقوه حتى يا عزيزتي قبل يومين 14 دولة بالمسل الأمن وافقوا ورفعوا يديهم على وقف اطلاق النار أمريكا خلت إيدها بيتو زين؟ في ذلك جامعة العربية شنو أمام مثل هذه الدول مثل أمريكا ما هو صار لهم سنة 8 أكتوبر هم إسرائيل تسحق بالشعب الفلسطيني من 7 أكتوبر صار سنة وشهر تعايي أكو غير إحنا دنطي إغاثات وإعانات وهاء الآن اندارت على لبنان ودمرته دمرت الجنوب وده تضرب وده تضرب الملدات الزراحية احشيلي اتكلميلي شنو اللي قدمتها الجامعة العربية شنو اللي يسوتها ولن تقدم برأي شيء قوة ردع شكلت قوة ردع لا ممكن عزيزتي لا ممكن أن يقومون بتشكيل قوة ردع يسموها قوة ردع مثل سابقا بالثمانينات من السعودية ومن مصر ومن الأردن هذه وينزلوها بالجنوب اللبناني مثلا ينزلوها على خط اليونيفيل جبري هنا إسرائيل مع قولات تضرب السعودية ومصر وإردن وسوريا والعراق وهذه الأمور الفعلية على الأرض صحيح أما تقول لي لي كتابنا سوف لن نرضى بضرب العراق سوف نندد به هذا وين الكلام وين الكلام القصف مو هو هذا الكلام الكلام على الأرض سيدتي الكلام بالورا شكرا